هناك مقولة نستعيدها هذا الصباح وفي الوقت المناسب الجميع يعاني من إعاقة البعض إعاقته ظاهرة والباقي إعاقتهم غير مرئية وإذا كانت الأجساد ناقصة فالطموح كامل والكرامة كاملة والرغبة بالتحدي والنجاح رغم كل الظروف كاملة هؤلاء هم أصحاب الهمم نحتفي بأصحاب الاحتياجات الخاصة في الثالث من ديسمبر ويحتفي العالم معهم بتحدياتهم ونجاحاتهم التي تقول إنه لا شيء مستحيل إذا ممتلك الإنسان الرغبة في الوصول والنجاح ترجمة نانسي قنقر وللمزيد ينضم إلينا في الستوديو الكاتب والإعلام الإماراتي محمد لغفلي عضو مجلس سدارة جمعية الإمارات للمعوقين بصرياً يسعد صباحك سيد محمد نورتنا في الستوديو في هذا الصباح أهلاً وسهلاً نوركم شكراً لقناة العربية وبرنام الصباح العربية على هذه الاتضافة وتصريط الضوء على اليوم العالمي لذول إعاقة شكراً سيهام وشكراً نادي إسعد صباحك سيد محمد شغلتم العديد من المناصب الاجتماعية والثقافية في دبي وكذلك كنتم من أبرز المشاركين في الفعاليات الاجتماعية والثقافية في الإمارة إلى أي مدى أصحاب الهمم اليوم في يومهم العالمي هم فاعلين ومستفيدين في المجتمع الحمد لله اليوم المجتمع جداً واعي للاهتمام بأصحاب الهمم أو بذول إعاقة يعني الحمد لله وصلنا 2021 فهناك كثير من الفرص المتاحة أمامهم كثير من الأبواب التي فتحت أمام قضاياهم وتلبيت رغباتهم اليوم كثير من المؤسسات المجتمع المدني لها دور كبير في الفترة السابقة في توعية المجتمع إلى أصبح اليوم يعني الاهتمام بأبسط شيء مثلاً خلنا نتكلم عن بما يسمى بإمكانية الوصول وهي تهيئة المباني والمنتحتية أمام استخدام فئة ذو الإعاقة نعم محمد كل عام وأصحاب الهمم بألف خير ومن نجاح وتقدم إلى الأمام اليوم أنت معك مجلسير في الإدارة التنفيذية واليوم في عدة من الموضوعات التي يتطلع إليها أصحاب الهمم من بينها الثقافية في العالم إلى أي مدى الدول العربية لديها ما يكفي من الأساسيات والحقوق التي تكفى الأصحاب الهمم فيما يتعلق بتنشيط السياحة لديهم فيه اهتمام كبير أصبح في الفترة الأخيرة من بعد إعلان 2016 هو يوم كان عام لدعم سياحة الأشخاص ذو الإعاقة فأعتقد من الخمس سنوات الأخيرة أو ست سنوات الأخيرة صار الاهتمام جداً كبير وهذا ما نشهده اليوم يعني مثلاً إذا نتكلم كتجربة وأبسط مثال نتكلم مثلاً عن حدث عالمي مثل معرض إكسبو معرض إكسبو 20-20 خيال زيارتي اهتم كثير بهذا الجانب لجذب الأشخاص من ذوي الإعاقة لزيارة المعرض من خلال تهيئة المكان التجهيزات يعني مثلاً إذا أنا شخص من الإعاقة البصرية فأجد هناك لوحات إرشادية مطلوعة بطريقة برايل فيها رسوم توضيحية ملموسة بحيث أنا كشخص سائح أقدر أتعرف على يعني تنشيط سوق أصحاب الهمم صار تنشيط لأن أستاذ الكريمة فيه دخل ومورد جداً مهم اقتصادي لأي دولة اليوم إذا حبت تلعب دور في تنشيط سياحة أصحاب الهمم يعني اليوم في الشرق الأوسط فقط 30 مليون شخص من ذوي الإعاقة يرغبون بالسياحة طيب سيد محمد الملفت في مسيرتك أنك حصلت على العديد من الجوائز كجائزة الجندي المجهول في برنامج الأداء الحكومي في دبي وجائزة فرسان الإدارة في جماعة الدول العربية وكثير من الجوائز في التمثيل المسرحي ما سر هذا النجاح وماذا تنصحون أصحاب الهمم في يومهم العالمي؟ إذا قلت السر معنات كل ما أصبح سر لا ينجحوا يعني يتكير نعم سر النجاح هو صراحة هو لا سر ولا شهيل فقط استغلال الفرص المتاحة اليوم أمام في ذوي الإعاقة يعني اليوم الرسالة ليست للمؤسسات ليست للمجتمع اليوم الرسالة يجب التركيز عليها من خلال هم ذوي الإعاقة نفسهم أنهم يبرزون مواهبهم يظهرونها للمجتمع اليوم يعني إذا أنت كنت جالس مكانك ما حد رح يعطيك الفرصة اليوم استغلال حتى التواصل الاجتماعي من خلال إبراز المواهب إبراز الاهتمامات استغلاله في توعية المجتمع بقضايا أصحاب الهمم اليوم أنت كوساء الإعلام لكم دور كبير يعني في تسليط الضوء على مثل هذه القضايا فهي العملية متكاملة فهي اليوم على الأشخاص من ذوي الإعاقة هي استغلال الفرص والموارد المتاحة وخلنا نقول دائما التركيز والظهور المتكرر إذا هذا المكان ما حصلت في فرصة أكيد في مكان آخر راح تحصل فرصة لكن هي أبحث شكرا جزيلا وفعلا سهامه أستاذ محمد عم بيقوله أنه هذا اليوم ليس فقط لأصحاب الهمم أيضا للأصحاء لكي يسلطوا الضوء على أصحاب الهمم ويركزوا أيضا وزيادة الوعي في هذه المسألة خصوصا في اليوم الذي يتم الاحتفاء به يوم غد في العالم ورقل الجمعية الممولية شو رأيتم أن نتفق على شغلة معينة اليوم في المجتمع كلنا أصحاء هي نستخدم الجملة ذوي إعاقة أو غير ذوي إعاقة فقط لها تنوي تمام شكرا جزيلا الكاتب والإعلامي الإماراتي محمد لغفلي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمعوقين بصريا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم مرة أخرى وسعيد بهذا اللقاء وعسائل أن قدمت معلومة مفيدة لمتابعين ونحن وأسعد شكرا لك سهلا وسهلا شرفتنا شكرا جزيلا لكم ضيفتنا التالية بطلة بطلة بكل معنى الكلمة سنتابعها وهي تقوم بتجربة طيران المضلي ريت تسعاده البطلة البرالنفية تسعاده البطلة تسعادها بطلة بطلة نعم رائع تسعاده جلأ جلس شكرا لكم شكرا لكم ومن الطيران المضلي إلى ستوديو صباح العربية تنضم إلينا ريتا سعاد اللاعب البراليمبية وبطلات الدراجات الهوائية سعاد صباحك يا ريتا مشرفتين ونوى حاليا اليوم ريتا قمت بتجربة الطيران المضلي حديثين عن هذه التجربة أولا الفضول أنا أول لما صار معي قصتي ومعت فينا لأحرك والأمشي كان دائما عند هدف عند حماس أنه تخطى كل الحواجز اللي كانت معقولة توجهنا وكنت شوف البراغلايدينج وكنت أول حابة يجي نهار وإن اختبر هالشعور وشوف بلدي يمكن من فوق واتخطى الحواجز اللي عم عيشها قمت طلبت وطرحت الفكرة على أشخاص وقالوا لي أكيد في جيت عاملية ضليتني أركض أركض وما كنتم خبره حدا من أهلي ولا شيء طلبت لهم بس هيك حدا فيه يوصل منه ما أخش تي يا ريتا لا كان شعوري كتير حلو بتعرفي حس أحلى شعور معقولة يمكن إنسان مقيد بالكرسة بالأربعة بالدولبين إنه يحس حاله فوق متحرر ما في شيء رابطه إنك عم بتشوفي بلديك هيك من الفوق عم بتشوفي حالك إنك تخطيت هالصعوبات اللي عم بتواجهيك وقدرت التعامليات برافو ريتا وأنت عم بتحكي هلأ البسمة ما عم بتفارق وجهك وعيونك عم تضحك وأنا قلتلي العصفورة ناس من قرائبك إنه أنت فيكي طاقة إيجابية وهذا فعلا لمسناه بالدقائق الأولى اللي هلأ عم بتحكي فيها شو صر هذه الروحانية وهي الطاقة الإيجابية اللي معاك رغم التحديات بتعرفي يمكن فقدت نعمة المشي بس بالمقابل الله عطاني سلام داخلي عطاني فرح وهذا أهم شغلة على فكرة سلام الداخلي تعرفي مية بالمية لتقدر يتواجه بالحياة الصعوبات اللي بديك تتواجهيها بديك تكون يمكن عايشة بسلام عايشة بفرح وعندك إيمان إنك قادرة تتخطي رغم كل شي الصعوبات اللي بدت تقطع الملفة يا ريتا أنك كذلك شاركتي في ماراتون الدرجات الهوائية بطول 42 كيلومتر فستي بالمركز الأول مصبوط برافو عليك مرة ثانية حكينا عن هذه التجربة أنا أول ما صار معي الحادثة كانت ما بحكي ولا بمشي كنت أحضرهم على تلفزيون قول بدي يجي نهار و بدي شارك لسيقبوا إجا هيدا نهار قلتلهم أنا بدي شارك قالوا لي كيف قلتلهم ما في شي مستحيل إذا فيه إرادة إذا فيه حتى تارجت قدامك أنه الإنسان بيقدر فهون بلشت التحدي يمكن التحدي لذاتي التحدي للمجتمع اللي حواليك يمكن التنمر اللي عم نعيشه بالمجتمع للأسف هالشي كان يعطينا حافظ أكتر أنه لأ بدي كفة بدي أوصل إثبت حالي يمكن لو بهالإدراءة الصغيرة اللي قال سمعنا بتحبي ترسمي كمانا بحب أرسم كمانا مضبوط بحب أرسم وسأب من وراء الرسم من هيك حبيت تفوت شباي ببارت بقصة التجميل والميك أب قلت هيك بحب عبك انت وقتا استفيت وفي كلمة حابة تحكيها للناس اللي عم بيشاهدون تنصح لهم أنه ما في شي مستحيل بالحياة قدام الإرادة رغم كل الصعوبات اللي عم نوجهها وكل المطبات يمكن الإنسان بده يكفل الحياة حلوة في حقق إنجازات وانتصارات كبيرة أنت خير مثال يا ريتا شكرا جزيلا وقتنا في السوديو ريتا سعادة اللعبة البارلمبية وبطلة الدرجات الهوائية شكرا جزيلا يا ريتا شكرا لكم وفي النهاية رسالة من الناس إلى أصحاب الهمم أما رسالتنا نحن فإن لكل إنسان بكانا في هذه الحياة ولا حدود للطموح مهما بلغت الصعوبات الإعاقة مش عائقة للحياة الإعاقة دافع ومتمنى لهم التوفيق بحياتهم أتمنى منهم أن نكونوا أكثر فعالين في البلد ونشوف منهم ناس كمان في المجالس المحلي والمجالس النيابي والله يعطيهم الأسرار والقوة دائما ويكون معهم إن شاء الله من أنتم أقوية ويقدرون يعني يمرون بالمراحل الصعبة إن شاء الله وإلا الله معهم دائما نشوفهم أقوية ونشجعهم دائما وهم يعني الجلوب الطيبة والطهرة وكلمتي لهم نحن معاكم دائما وأبدا ونحبكم وإنتوا أصلا سبب الخير الموجود في المجتمع بصفة عامة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما يرزقوا الناس بضعفائهم طبعا هم أقوى من أي حاجة وكل سنوهم طيبين قال لهم طبعا والله أنتم كويسين وما فهمش أي حاجة ما في شاري بيننا وبينكم بل بالعكس فيكم الناس متوفقة كمان عن الناس العادية بيخدش بطولات وبكتبوا التاريخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر